اشتركوا في القناة نعم نعم سؤال للجدة للتكاذر والمغازة الإثار ومسألة الإسان كذا سؤال الغيب ممن يكهن كذا التمده كذا التولن في ذلك أضمن محرمات الإسان سؤال الغيب وهو ما يقع لكثير من المسلمين في هذه الأزمنة يتلئ أحد ويسأله ماذا تظن هل نحن مشهورون هل نحن عندنا مشاكل ويعطيهم الخبر وفلان فعلى كذا وفلان وعلى كذا لا ينكر الإنسان أن هناك أولياء لله تعالى يكشفهم بعض الأشياء ولكن كنا نسألهم هذه السؤالات وهذه الأشياء سؤال الغيبي نهى صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن الغيبيات فقال من أتاع عرافة أو كاهنا فصدقه بما يقوله فقد كفر بما أمزله على محمد ولكن كفرهم قال العلماء ليس من أن الإنسان يكون كافرا إلا أن يستحذ ذلك أن يكون يعلم من المغيبات على ما غير الله سبحانه وتعالى وغير رسول إلينا وحن الله تعالى على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم After praising الله سبحانه وتعالى and sending blessings and peace upon the Prophet صلى الله عليه وسلم الشيخ is continuing with the محرمات الرسال the forbidden acts of the tongue and he continues saying for amongst the forbidden acts of the tongue is asking people of unseen matters and these are the matters which only Allah سبحانه وتعالى is aware of and this is like for example what's going to happen tomorrow and what's in my future and tell me my future, tell me my fortune like many people go to fortune tellers and palm readers and these types of things and undoubtedly Shaykh mentioned that there are pious people and there are people that are awliya and friends of Allah that Allah can disclose to them some of the matters of the غير but this doesn't mean that they are the knowers of the unseen only Allah is the knower of the unseen and as is mentioned in the hadith the Prophet صلى الله عليه وسلم has strictly forbidden for a person to go he says that anyone who goes to these people that are palm readers or fortune tellers or soothsayers then he has disbelieved in what Muhammad صلى الله عليه وسلم has come with but remember that disbelief here means he's committed an act that if he believes a human being فَقَدْ كَفَرَ بِمَا قَزِيلَ عَلَى مُحَمَّدِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا قَزِيلَ عَلَى مُحَمَّدِ كَذَا اتَّمَدُّهُ طَالَبُوا الْمَدْحِ بِمَا لَلَيْسَ فِي الْإِنسَانِ هَذَا إِضَنْ حَرَامٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعْلَى وَلَا يَحْسِبَنَّ اللَّهِنَ يَفْرَحُونَ بِمَا يَتَوْ وَيُحِبُونَ إِنْ يُحْبَدُوا بِمَا لَمَا يَفْعَلُوا وَلَا تَحْسِبَنَّهُ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَلَابِ وَإِنْ هُمْ خَرَبُوا فَالإنسَان عندما يطلب المدحب ما لم يرحب هذا الطمع في غل الله سبحانه جل جلاله هو حرام في كذب تدار فذلك يطلب فيه رفعة للنفس بما لا تستحقه مع أنها إذا استحقت الشيء فالأمر خاطير فلا ينبغي الإنسان أن يطلب المدحب من الآخرين مطلقا It also from amongst the forbidden actions of the tongue is to seek praise from people for those things which are not within you A person does not have a good characteristic he doesn't have a specific virtue ويحبونا أن يحمدوا في ما لما يفعلوا بلا تخصيبناهم بما يفعلوا من العلم ويحبونا أن يفعلوا بلا تخصيبناهم بما يفعلوا من العلم فقاموا بلا تخصيبنا من تخصيبنام لذا أجلعوا شيء آخر من الله ويحبونا أن تخصيبنا في نهاية الناس وهنا نسرع في المقصود الماضي وهوً من ألقل والغناء بلية ابتدى الله تعالى بها المسلمين في كل البلاد وكثير من الناس يظن أنها فتنة خاصة بأمريكا وهذا ليس بالصحيح نحن كنا في جبال موريتانيا في البلاد التي لا تصل إلى السيارة القوية إلا بصعوبة جدا فنجد الأولاد هناك عندهم موسيقى لسانجلس من عجائب الله فهي حقيقة فتنة عامة ليست لأمريكا ولا للصين ولا للهين ولا لإبريقيا فهي فتنة عامة لأن هذا العالم الآن الله تعالى جعله بسببه هذه التفنة الأشياء على حصيرة واحدة يتراء في وقت واحد فهي فتنة عامة ويقع فيها كثير من الناس في الخطأ كثير من الناس مشددون لا يقبلون الكلام معهم في هذا المجال وكثير من الناس أيضا موسعون حتى أن لم يفتحوا الأبواب لأشياء مجمعة لا تحرمها وكلا الطرفان مفرط حقيقة ومفرط فلازم أن نقع في الوسط بين الجميع التانبين ما هو مجمع عليه وما هو مهلا عليه جمهور العلماء وما هو ضعيف وما هو قوي وبعد ذلك الإنسان ينظر أي الفريقين خيروا مقاما ليس هناك حكم جابري كمهل الأمير يقول في عالوك الأخلاص وهناك كلمة سمعتها من الشيخ محمد العوامة حفظه الله هي كلمة ذمينة جدا قال ينبغي للعالم أو للباحث بهذا الزمن أن ينظر إلى العلوم بنفسية القاضي المتأمني واسع الباعي لا بنفسية السلطان لأن السلطان بغضبات منه قد يثير فتنة ولكن بنفسية القاضي المتأمني واسع الباع ينظره الخصوم ويتأنى ولا يغضب حتى يظهر له الحق بكلمة يعني أنا أظن أن ينبغي للناس اليوم تكتبها بالذهب هي جميلة جدا يعني تدل على اتساعه ويعني معرفته بالمحوظ ينبغي الإنسان أن لا يتسرع في شيء ما ولو كفرا يعني وجد الشيء كفرا ما يكون يقول الناس يلي أنتم مجنمونه حتى يفهموا كلامه ويأتي خلال السلطان ويأتي خلال السلطان يلاحظون أيضاً كلامه في مورتينيا يسترعون إلى تصبح من المهم من صحيح باقرة مؤتمر من العام، فلسانجلس ومسط 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 لأنه لا يُبنغ لها السلطان فقط في الصعوبة يعني لا يُبنى فيها المناء إلا بنا على الغدار مؤتمر ويأتي هناك مكان لسى تقصد فيها ويأتي هناك حتى يمكنك الجميع بيوجود ويأتي هناك فكرة مهوظة وهم يسرح بأثيراً هذا هو مهمة تشكيين يسرحوا المسلمات ونحن مهمة ليس كن فقط ليس تشكيين فقط لنا فهذا ثلاثة القصة هناك آخرين هناك لا يريد أن تكونوا في المعلومات ويقولون بيقظة ويقولون ولم يقولون وعلى الناس وحلل تشكيين أن تكونوا في هذه المعلومات and even things that lead to great fitna and great mischief and harm, this has opened the doors to that. But the reality to this is the moderate way that we should look at all of the nusus and look at all of the texts and what the Qur'an and the Sunnah has said about this. And as Shaykh mentioned, a very beautiful statement of Shaykh Muhammad al-Wama, that in this day and age, we, in our understanding of the sharia and our acceptance and rejection of certain masail, we shouldn't be like a king or a ruler that this is exactly how it is and there is no other thing other than that. And when we hear or we maybe, you know, see something other than that view, then we completely, you know, make a judgment. But he says, brother, you should be in every mas'ala and in every issue. You should be looking at those issues like an open-minded, open-hearted judge who hears all of the proves and evidences and looking at the situation and looking at the circumstances that he is surrounded by after hearing the evidence, hearing the proof, looking at his circumstances, after that, like an open-minded judge, then making a decision on the matter. And Shaykh said that this is such a beautiful statement that it should be written in gold. A very beautiful statement said by Shaykh Muhammad al-Wama that in issues, we should not be just, you know, clear, I mean, mas'ala and new issues are clear-cut. But when we're hearing matters, right, we should be not like a qadi or a sultan that says this is it and that's the end of it. But hearing the evidence, hearing the proves, hearing the dhalil, and then after that, making a decision, right, properly after hearing all of what has been placed in front of you. وَلَقَدْ أَحْسَنَ عَمَنْ قَالَهُ وَالْأَصْلُ فِي التَّضِيقِ يَضِيقُ الْبَاعِي بِالْعِيمِ وَالْفَهِمِ وَالْفَهِمِ وَالْإِتِّبَاعِي وَنَا أَصْلُ فِي التَّضِيقَاتِ وَالْتَّشْدِدَاتِ وَالْإِنسَانِ لَا يَقْبَلِ الْبَاحْثِ هذا دليل على أنه جاهل ومتمانح فما فيه واحد يمكن يكون أعوام من موسى عليه السلام وهارون وما يمكن واحد يكون أطغى من فرعون وفرعون مد ما حلل الخمر ما حلل الزناء هذه الأشياء بالنسبة لي ما حللها بسيطة جدا هو قال أنا ربكم العالمين الله تعالى عندما أراد أن يوصل إليها رمو موسى عليه السلام قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى ابتداء سنبين لكم أنه طغى فقول له قول الليين لعله يتذكر ويخش فهؤلاء الناس الشاذين لا يجب أن نجعلهم أعوذ بالله لا أقول هذا هم موسيون لا يمكن أن نفعلهم أسوأ مرتبة من فرعون فلازم أن نتكيف مع الجميع حيث جاءنا واحد شاذ على سبيل المثال نجد كثير من الناس عندما يجب واحد الحالق اللحية أو هو يطول شفته أو يلبس سياب يعني يجرها وخدمه هذا السوق في النار وهال الشفة في النار وهذه اللحية في النار أنت تخالب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تريد أن تنفره هذا خطير جدا فلازم الإنسان إذا كان يريده دعوة الله ينتسع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد جاء إلى المسجد وبال فيه فقال لا تزرموا هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينجس المسجد؟ مسجده يعني وكم من واقع يبين للصحابة لا تستعجلوا لا تستعجلوا خذوا وبعد ذلك يكون الإنسان هو أحسن الناس يعني الإنسان يحتاج إلى حكمة حتى يدخل مع الآخرين فيما يخالفهم إذا كان يريده وجه الله ما إذا كان يريده شهوة نفسه وعزته وأن القول قاله ألا ليس كلام معه ألا أحد مريض نفسي يحتاج إلى تعالج So you mentioned that the hardness and dhik in certain masail is because and when a person becomes very harsh and it becomes very hard and becomes very restricted this restriction and this hardness and harshness is in actuality because of ignorance a person becomes harsh and hard is because if you knew all of the issues and all of the matters and all of the proofs and evidences then you would not be harsh and so hard and so restricted because you would be aware that there is another opinion out there so this dhik and this restrictedness and this harshness is mainly because of ignorance and also for us to understand when Musa and Haroon we can never be more superior than Musa and Haroon never ever can a person reach a status of Musa and Haroon عليه السلام and when they were sent to Fir'aun Fir'aun he didn't was not involved in some of these matters that we're talking about like in music or in certain other sins he was saying the greatest thing that a person the worst thing that a person can ever say and then is أنا رَبُّكُمْ أَعْلَى I am your Lord Most High what can be worse of a sin and an enormity than that but when Allah subhanahu wa ta'ala sent Musa and Haroon to Fir'aun what did he say first and foremost he has rebelled against Allah he has transgressed فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا so therefore when you are going to go to him say to him soft words and kind words now are we making the people that may be involved in sin or maybe committing a certain mistake are we making them even worse than Fir'aun that when Allah subhanahu wa ta'ala sent Musa and Haroon to Fir'aun he told them be kind with them be careful to say good words and guide them to the truth perhaps they will rectify themselves and now you are going to these people that are not involved in something which is worse than Fir'aun and you are treating them worse than Fir'aun so he said that sometimes we see a person who might not be following a certain act of the sunnah a certain sharia or a person is doing something which is incorrect and we say this person's face is in the fire or this person's trousers is in the fire and this person is going to enter into the hell fire and this person is hell bound and he is going to go and burn this, that and the other and what happens? do you want to by doing that what are you doing? are you bringing the person closer to Islam or are you making a person go away from Islam? you are making that person to run away you are making that person to flee from thee so you want if you want to guide that person and make him change his ways that is not the way that he is going to be changing his ways for example like a person, a Bedouin came in the masjid of the prophet and he started to urinate the prophet said leave, 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 leave him when the sahaba, all of them ran to try to stop him and not make him you know, do that in the masjid he said leave him don't let him don't stop him from doing that so what is it? does the prophet want the masjid to become filthy? does the prophet want and he is happy that somebody should urinate inside the masjid? no he does not want that but he wants that the objective be attained and what is that? that a person should realize that what he did was wrong and if he were to stop him at that time maybe the issue would have became worse the situation and the circumstance would have became worse so we have to understand that when we are going to be explaining to people these matters we should explain to them in wisdom and guide them to the truth and deal with them in a way that was with a prophetic character when we are going back to the masjid guest who says that this man will be out and he needs to bleed and that it does not and there is... he doesn't as much and he tells us he moves on to him and he doesn't mean candy because of this being was the best players they were not and he needed to have to do that but in truth so there are people you were than in the script to help us and we are wasting to Dr. Glace more than montre a lot of people and I DVD أكثرها جحال أكثرها لا يعلمون الحق أثرها في شبه كما في حده مسلم تحير الحليم فتن يصبح المسلم فيها مسلما ويمس كافرا من شدة ما يرى من المشاكل فهذه الفتن لا يمكن أن تقول لأحدهم أشياء لهذه الحد والزجر أنت تريد أن تعلوم في فتن يحتاج إلى شيء يبينه الحق لأنه صعب تمييز الحق الآن وكل واحد يتكلم وكل واحد يظن الإنسان عليه الشيخ العلامة مولانا يعني قرأ وقرأ وقرأ فالناس ماذا تفعل؟ نحن ماذا نبع؟ ماذا نلوم؟ لا يلوم جاهل العالم أنا لا ألوم جاهلا لأن الناس تسبع للمسميات هذه هي المشكلة فلا يعرفون الحق نحتاج إلى أن ندعوهم كما كان دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام كان الناس وجدوها في عماية تحتاج إلى دعوة ليست كأنها كإمارة عمر الحق انتشار من الهند إلى باريس هذا فرق كبير جدا الناس واضح على العقول والناس الآن في الوعلام في فرق كبير جدا فرق كبير جدا فرق كبير جدا بلابدكن كبير جدا لو أنت عمرهم آخر جيدة عسركة أو أيها الإعاقبات فاتحها إعتمار أيها المرتزقة فاتحها كما تريدون سوى أن يسرحها لأنه يقول ماذا يسرحها ماذا يسرحها كما تشجبها في صنع يسموه نحن نظران وخلا code ورغب تم قنية مجرد من الإجراء وقوة وليس جزء وخرج عبسك ووضع في أجمع رغب تم تسجيل في المرحة فلما يريد أن يسجع نعم المهم كذا غناء لحرام داعي من محرمات الإساني الغناء إذا دعا لحرام والغناء فيه بحث كبير بين العلماء وافترقت فيه الهمة إلى طائفة هذا لا ينكره أخذ شيء واضح جدا ومن أكر أن في الغناء خلاف هذا لا يعلم شيئا حقيقة هذا ما عنده حظ من العلم لأن هذا أشهر ولكن هل كل خلاف مقبل؟ ذلك بعد ذلك بحث العلماء الغناء إذا سلم من عوارض خارجة عن الغناء كمهل اجتماع النساء والرجال أو كمهل أن يزيل فتنة الناس كما يقع في كثير من الهضمية الآن يزيل فتنة شهوات النساء أو الرجال أو يكون فيه الكلام عن الزنا أو عن الشهوة هذا لا خلاف فيه بين العلماء هذا أمر لا نزاع فيه بين العلماء هذا لا نزاع فيه بين العلماء الآن لا نتكلم هل بآلتنا وبغلها؟ أكثر نتكلم عنه ولكن نتكلم عن أصل الظنان إذا كان عنده عوارض خارجه عوارض خارجه كمهد اجتماع النساء والرجال وتغنيهن في مكان واحد أو كمهد ما يثير الشهوة الرجال أو النساء ولو من أحد الطرفين ترك فيه فواحش وأوصاف النساء وأوصاف الرجال المفتنات هذا لا خلاف لا خلافة بذلك بين العلماء فهذا لا بد الإنسان يفهم مفتنا يعرف أن هذا ليس لأجر الغناء بل للعوارض التي تعرضها لأن كثير من الناس يخلط يقول الغناء قال ابن العربي وقال ابن حازم وقال بعض العلماء والشوكان قال ثلاثين عالما قالت بجوازين هذا صحيح نحن لا ننكره هذا ولكن ما هو الغناء يعني إذا كانت هناك أمور أخرى هل فيه أحد يقول يجوز نظر الأجنبيات بدون حجاب هل فيه أحد يقول يجوز سماع للأجنبيات بسماع هل فيه أحد يقول إن شيء يزيل الفتنة ويؤدي إلى فيه أحد يجوز نظر الأجنبيات يقول إن شيء يجوز نظر الأجنبيات لا بد أن نفهم هذا الناس أدخلوا في الغناء ونظروا ليس لأجنبيات هذه أشياء أخرى so he mentioned that the matter of singing just taking singing in itself with the voice he said that there's to say that there's no difference among scholars there's no ikhtilaf this is a mistake this person has no knowledge of deen he has no even understanding of any point in any matter of Islam he has no understanding of scholarship he said there is a difference among scholars regarding ghinah and singing he says that something which there is no ikhtilaf about is that if there is singing with a voice and there are no outside harms such as intermingling of men and women and enticing and talking about seducive things and talking about sexual matters and talking about shameless and immodest matters then there are no outside harms inside of this singing then there's no harm in the singing because the good voice and singing this is something which is there's no harm with that now we're not talking about mixing musical instruments and all that type of stuff in it we're just talking about singing with a voice right now singing with a voice without having the musical instruments where there is no outside with these outside things have nothing to do with the ghinah itself these outside things are a separate issue right so as far as that singing is concerned with a beautiful voice in which there are no other musical instruments or no other harms of intermingling or mixing or you know other harms of drinking and you know intoxicants and these type of things then there is no ikhtilaf amongst scholars regarding that that it is permissible these reactions these things because of a lot of people who went on they came on who made themselves and they were saying who made themselves there were no things that was auxiliares this is something that we get through a lot of enemies there's no harm to teach them they aims to do they came on because of the help of them أن الغناء جائز وهو لا يعني مع معنى الغناء جائز الغناء اللي اخترموا في العلماء والإنسان أتكلم عليه لكن كونه إذا أضيفت إليه المسائل الماضية من اختلاط الرجال والنساء رأيناها أدى بالناس إلى أنهم تركوا ابتداء تزوجوا بالمتعة وبعد ذلك يعني خالطوا النساء اختلاطاً شديداً وفعلوا الشاسي وعلى ذلك خرجوا عن الإسلام لا يرضان به وهم بكذوا الإسلام سنين طويلة عشرات السنين وخمسة عشر وطلع خرجوا عن الإسلام هذه من مضاره رأيناها وسمعناها So you mentioned that this matter of غناء the mixing of men and women this is a matter that has been attached to the issue of singing because it's a necessary matter to take into consideration and why is that is because when people said that okay غناء is permissible or and what is غناء that is the part where they have not understood what is the reality of غناء right when they did not understand what the reality of that is they looked at the opinions of certain people without understanding the proper definition that we're talking about that singing which is free from all these other things right they did not look at that they looked at just the matter that it's permissible and the scholars say it's permissible and all the other things that would necessarily come with it they came with it and usually these are things that always attached with singing or other types of music then what happened there was a mixing of men and women and eventually after mixing of men they understood this according to their understanding their definition that music was permissible it led them to intermingling and mixing that intermingling and mixing led them to doing temporary marriages where I'll marry you for a couple of days and then we'll it led them to that which is completely unacceptable right and then after some time it completely led them to leaving Islam slowly 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 one thing after another one thing after another that they completely now they've left Islam all because of their misunderstanding of what was the meaning when we say that ghina is permissible what was the original definition of that meaning that ghina and that singing which is a voice which does not have all these other things with it عما إذا كان الغناء بدون آلة بدون آلة وإنما يجتمع رجال ونساء من أناشد من الشعر فهذا هو الغناء الجائز الذي أجازه كثير من العلماء وهو المسمى بالإنشاد ولذلك سئلت عائشة عن الشعر فقالت أذو حسنه واتركه سيئ وقال الإمام الشافعي حسنه حسن وقبيحه قبيح فهذا أمر سهل بعض العلماء يقول بكرهته وبعض لا يحله ولكن الأدلة مع الذين حللوا إنشاد بشجاعة وبكلام جميل يحرك الناس أو بمدارح هذا لا لا يختلف خصوصا في هذا الزمان لا يؤدي الناس إلى أي تبرقة فهذا إذا فعله الناس نقول لهم مرحبا بكم أنتم على الرأس والعين لكن لا بد أن تتذبوا مع أسماء الله تعالى وإسماء رسوله صلى الله عليه وسلم حيث لا تخرجوها عن الروايات المذكورة في المقرى ولا تطيلوا مدا ولا تسيءوا الأدبة مع هذه الأسماء الشريفة هذا يعني يكون الأمر في السهل كثير من العلماء يقول بالاجتماع لهذا وكثير منهم يقول هذا مكروه لكن لا يؤدي إلى إلى أي شيء هذا إذا وجدناه ورضيت الناس به نقول لهم هذا أمر واجبا افتراضا سيمنعكم من المحرمات وسيمنعكم من المشاك لا يجتمعوا نساء ولا رجال وكل على خدته ويغنون بما يشعون كما قال المعنشاء حسنون حسنون وقبيحون قبيحون هذا لا مشكلة أما أنقبوح ما نقبوح هذا هو أنقبوح الغناء الغناء في لغة العربية هذا هو إنشاء ونقبوح ونقبوح انقبوح إنعني أنقبوح إن تحدثك إنقبوح يعني لغناء كما تحدثك لكن But when غناء is mentioned in Arabic it means singing and this type of thing is the good of it is good and the bad of it is bad But we should understand that when we're going to be singing to keep all of the other additives that they say The other ingredients or the other additives or impermissible things that are added to it We should keep it free from that and have adab with the names of Allah That we should not be extending or saying the names of Allah in a way which it actually distorts the meaning of the name To extend or to say it in a distorted manner which no longer remains that name where you understand what that name is Or the names of Rasulullah ﷺ So if we're going to be saying and doing inshallah and reciting poetry in a beautiful voice and melodious voice We should do it with this adab of taking the consideration of the names of Allah And being aware that not to take out and distort the names of Rasulullah ﷺ And no mixing and these things just take place And if it's going to be saving people from doing the other haram things then this thing must be done It's a very positive thing It's a very positive activity elyullahi billboard physician Me I pray take I- Facebook Thro... There is People Hobby V Mari With I-Malak Thro... Is So ما يقول بذلك وأن ما هي أشياء أحدثت وبدع كما قال هو في خاوه فهذا الأمر أيضا لا ينبغي خلاف فيه and also what there is no difference of opinion about is that when there is intermingling of men and women and mixing of the sexes in there and people are mixing and the names or the words are distorted then Imam Siyuti says that the scholars they said this is a completely evil innovation and there is no doubt in the difference in this matter and they say that when there is no harm in the church and they say that when there is no harm in the church or they say that if no one was wrong with that فأي أحد أنكر أن في خلاف هذا مضرور لا يعرف العلم فما فيه واحد في المالكي يشهر من أبي بكر من العربي قاضي أبو بكر من العربي هذا ملأ الدنيا هو محدث الدنيا وهو مفسر وهو مفتها وفي بلاد المغرب ما أطلق القاضي أبو بكر من زمني قاضي دائما عندما أطلق عليه وقال بالجواز لكن ليس كل عالم كبير وعظيم قال بقولة تسلم له من حزم الله قال بجوازه وقال الشوكاني في الأطار هناك ثلاثين عالم تقول بجوازه لكن هذه بالشرط المتقدمة بأن لا يكون هناك أي فتنة إنما هو رجل العبد آله فقط ولا يقول كلام فاحش ولا يقول كلام موثني للفتنة إنما هو يقول أضاني عربية مع أوتار هذه قولة ضعيفة وجمهور العلماء يردها وسنبين ردها لكن لا يمكن لحدا يقول إنه إجماع وما في قول لكن كباب المريل يا سمع بأحده النبي صلى الله عليه وسلم واضحها أن تنهيه عن الأقوال الضعيفة وأقوال الصحابة لكن يبقى هناك مجال لأن لا يمكن واحد يقول هذا أمر إجماعي إمام شوكاني أيضا أحد يعيش بنام الضعيفة ويقولون أن تتحدث عن سلمون عن الإسلامة ويقولون عن هذه الغنة بعضها إنها تتحدث عن رأسية يعيش بفعل مدعوات مع الأولى العامة ما كانت تتحدث عن الإسلامة وأن هناك يتحدث عن الإسلامة وأن هناك تحدث عن الإسلامة وأن يكون النتادية معاً بها which are being impermissible additives that are being added along with this music then they're of opinion that it is permissible but these three opinions are opinions that are weak and we're going to explain the weakness of this matter and we should understand this issue also as Muslims that when a clear-cut hadith and a statement comes from the Prophet and from the companions of the Prophet we shouldn't leave that and take random statements of ulama here or there but we should hold on to what the prohibition of the Prophet was قال جمور العلماء ومنهم القرطبي وهو أيضا مالكي وكان بعد الإمام بن العربي بقرنين أو قرنين لأن المام العربي كان في الخامس والثالث قال إذا كان الغناء بآلة اتفق العلماء كأنه يشير إلى أن كلام بن العربي لا يتفق بإليه وينبلغ في العلماء ما بلغ قال كأنه يقول يعني اتفق العلماء هذا اتفقوا ما قال إجمعوا لكن قال اتفقوا فلأنه لا يجب إذا كان بآلة كذلك غيره من العلماء قال إذا كان بآلة لا يرون هذا الخلاف خلافا لا يرون قول بن العربي ولا قول بن حزم قولا وغيرهم من قلة العلماء الطائفة قليلة جدا تقولوا هذا لا يعتبروا لأنهم حادوا عن الدليل والسلف لم يرى عن ذلك هذه قولة كأنهم يكونوا مخترعا لكن هذا قول لا يمكن لواحدا ينكره لا بد أن يكرره واستدلوا بالحديث اللي في البخاري لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحيرة والحريرة والخمرة والمعازف قال هذا الصريح في تحريم الآلات المعازف هي ما يعزف به ويجعله مع آلة الطابل حتى يخلط الأصوات قال هذا الحديث وابع حديث صحيح المخاري وغيره قال هذا الحديث وكذلك هذه الآتي التي سنتكلم بها عن عائشة رضي الله عنها التي استدلنا بها من العربي وغيره قالوا حجة عليهم لا لهم قالوا يحجة عليهم حقيقة لا لهم كاذا يشيرنا نفسك؟ يحجة عليهم أن يقول لا تعتبر قال لا خلافة As if he's indicating that the differences are not to be taken into consideration because those differences are opposite of the majority view of the scholars and if there are people that may have differed they are not in accordance with the majority and their daleel is very strong with the hadith that mentions that there will be people who will come in my ummah that they will permit silk and drinking wine and musical instruments and they are people that will not be from my ummah. So here clear-cut mentions that this is a hadith which is against them and against their view, right? That says that there will be people from my ummah, that they will permit these things that were impermissible. And this is obviously blameworthy. نعم. بحضرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قال العلماء حجة عليهم لا لهم. ومستدل بها ولكن الراد قال هذا حجة عليهم لا لهم حقيقة. لأن في الحديث جاريتان تغنيان وفي رواية أخرى وليستا بمغنية وهي في البخاري. معنى أن ليس من شأنه ما هذا. ليست حرفتهم ما الغناء. وإنما هو لعب الأولاد. قال الأئمة هنا شراح الحديد. وفي ذلك الوقت لم تبلغا التاسعة من عمرهما. معنى أنه صالح. وقال إن عائشة لم تبلغ الحلم في ذلك الوقت. فهي صغيرة وهما صغيرتان وليس شأنه ما الغناء. هذا قالوا أدل دليل على أنه ليس غناء متعارفا. وإنما هو لعب ويعني أغنئ من بنات. كما تلعب البنات وتغنين. فهذا ليس هو الغناء المقصود. لذلك بحديث بخاري في الوقت. وليس تابع وغنيتين. معنى أن ليس تام الشأنهما التغنية. فقالوا هذا حقيقة دليل عليهم لا لهم. لكنهم استدلوا بها. لو that have given the permissibility. They have a hadith which is narrated by Aisha رضي الله عنها. That mentions that there were two young girls and they were singing some songs and playing some music. Yeah, they were singing. And they say that Abu Bakr S Sa Liqa came and he tried to prevent them. And then the Prophet سلة الله jusqu'à Oluscona state. لا، منذها كل يوم ييد هذه الصباح يوم أني يتوقفهم من هذا so they use this as proof for the permissibility Our scholars mention that this is a proof against them, not for them Why is it a proof against them? Because first and foremost there was two young girls and they have not even reached nine years of age as of yet and in one hadith which is in Bukhari it declares that they were not even singers يعني they weren't singing women they were young girls they were playing and they were singing so this was in actuality and even Aisha at that age she had not reached the age of puberty as of yet and she had not reached the age of responsibility and this was in actuality not any type of like music that they are doing they're using that as proof for you know the music that they do but that was in no way the music that is done by those people and this is actually a hujjat against them it's a proof against them and not for them so he said that in reality that what they were singing about was singing about celebration and singing about historical happenings amongst you know the Arabs that had taken place and about certain battles and you know basically singing about celebration so it wasn't a matter of you know impermissible matters or immodesty or shameless things that they were talking about وفي الحديث الآخر أن هناك جارية لعائشة رضي الله عنها زفت معناها تزوجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل غنيتم لها فسألة عائشة ماذا تقول أنا ما نعرف ماذا نقول ماذا تقول فقال نفسه أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم يعني كلام جميل يعني احترامها ما كانت هناك آلات وما كانت هناك مضريات وما كانت هناك خلطة قال قل أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ما هو إن هذا المعنى يعني الأوتار والآلات الأقل دليل أيضا على أن الجائز وما كان مجتميلا على أشعار وأناشيد جميلة هذا هو الذي وقع في حضرة رسول الله سلم هو الذي أقره وأقره أيضا بمناسبات كأعياد وجهاد وأفراح هذو هذو التي نصح وها التي وقعت فما وقعت في حضرة ذلك من الأيام كمهل القدوم رسول الله سلم أو كمهل عيد أو كمهل جهاد ورسل هذو الذي أقره في الأحادي الصحيح So another hadith that they use as proof is that the one servant maid of Aisha رضي الله عنها she got married and the Prophet صلى الله عليه وسلم asked Aisha Oh Aisha did you sing for her? Did you sing for her that she got married? He said يا رسول الله what do we sing? How should we do that? So then the Prophet mentions something which is very beautiful and very wholesome and clean words he mentioned أتيناكم أتيناكم وحينا نحييكم أتيناكم أتيناكم we have come to you we have come to you we greet you and you salute us we salute you and you salute us we congratulate you and you congratulate us these were words these were words you are welcoming someone and you are congratulating someone and this is something which is very good and is very wholesome and clean pure words of poetry that the Prophet صلى الله عليه وسلم taught so from this we understand that using these proofs which are sahih for what they are doing is completely opposite actually a proof against them and he said that if we look at all the junctures or the instances where singing was done in the time of the Prophet it was either during a marriage ceremony or during Eid or during battle it wasn't on other instances to do it on an everyday basis or to do it like make a career out of it or something Shaykh is mentioning so it was either a happy occasion or it was Eid or a matter of jihad or it was a marriage ceremony وفي الحديث الآخر أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها رسول الله ومعها جواري تضربنا على الدف فالدف أيضا إذا كان للأعياد أو بالنكاح هذا أمر السهن جدا وقال صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدف كما بحدي هم داود وقال صلى الله عليه وسلم فالدف وأيضا بالأبراح هذا لا يؤدي مشكلته فهو أمر السهل جدا لكن ما هو الدف نحن لا بدنا نعرفه ما هو الدف الذي كان في صغاز المهن هناك الدف يكون جل على يعني إناء ويسطح عليه ويضرب هذا معروف ومعروف هذا في كلام العرب ما معروف ماذا كان سنة تاريخ معروف العلماء بيّنوا كيفيتهم مدور يضرب يضرب ويدندم ما هناك ما هناك أي آلة فالعلماء عندما دخلوا على الآلات بيّنوا قال هذا ليس الدف الذي صدر في سمين رشلاته ولا أمر به فنجعلوا على الشاكل الأخرى التي كان مع ابن العربي وابن حزم أي قولة ضعيفة وخالفها جمهور العلماء وستدلوا عليها بالأحادية الصحيحة وبعد التفسير من القرآن العظيم وهذا أوضح من شمس مهار أخرى another hanif that mentions that they use as proof is that the Prophet was sitting with some حضرت عائشة she was sitting with some of her you know friends young friends and they were playing the drum and the drum she was playing and this was in some happiness or in some occasion and they use this also as proof and the reality of this is is that what was the that was playing and to understand this that the which is an instrument and to explain what it is is the round one skinned instrument what was the that existed in the time of the Prophet or the drum that existed in the time of the Prophet not the drums that are played nowadays right which is completely out of that example but it was a one rounded skin it was a piece of thing or what she had mentioned like a like a round utensil type thing with one skin over it and it would be played right as is mentioned in a hadith that when someone gets married then you should propagate that marriage and announce the marriage with the drum so that people are aware of that and this was something that is done in happiness and it was permitted and it was done also in the time of the Prophet but now to as Ibn Hazm or other scholars mentioned to take that example and now carry it on to the other music that they have used it as proof this hadith in itself is a proof against them there is no evidence in this hadith to prove what they are trying to prove and there is there is a way وهو كما قال العلماء إمام البحر في كل العلوم كما قال الذهبي لا يمكن لأحد أن يقول إنه متخصص في جند هو الله تعالى أعطاه من الملكة في كل العلوم ما لم يعطيه لمعاصرين هو قال أيضا بأشياء جمهور العلماء رد عليه ولكن إذا نمر إليها لا تدخل أيضا مطلقا فيما هو الآن نحن بصدده دف مع الذكر دف خليه مع الإنشان لكن دف ما فيه آلة ما فيه اجتماع رجال نساء فاشترط شروطا لا تكاد توجده فإذا وجدت خليها قولة للغزالي أو لأبي بكر العربي أو ابن حزم ومن أخذ بها لا تضيق عليه لكن أين هي ليست ليست بهذه الشروط فكل ما يوجد الآن أغلبه من الأغاني والناس تغل فيه خلاف يجتم فيه الرجال والنساء أو يكون فيه مفتنات أو يكون فيه مغريات على الفواحف أو يكون فيه الأعراض الخبيثة من الكفاء تجعل فيه وتغير طباع المسلمين فهذا لا خلاف في أنه حرام ولا يقول به أحد من المسلمين مطلقا من العصر الأولي ولا من الوساطي ولا من المتأخير من من لهم ملكة في الدين So he mentioned that as far as the opinion of Imam Al-Ghazali that some people use Yes, Imam Al-Ghazali was a very great scholar and Allah had granted him in-depth knowledge in a lot of sciences that he had but in actuality that was also a restricted opinion and it was an opinion outside of the majority but even if we were to look at his opinion and take his opinion the amount of restrictions and conditions he had laid upon the usage of music or musical instruments where are those restrictions where are those conditions nobody's fulfilling those conditions and people will use the opinion of Imam Al-Ghazali and they will play music and they will sing and it will be completely not even fulfilling the conditions of Imam Al-Ghazali or the conditions of Imam Shaukani even those people that have permitted it based on their conditions those conditions are not fulfilled by those individuals that are using those people as their proof is the one that has come to the audience He says, this is the same and this is the same and this is blockchain the deal and this is multifaceted and this is the same various kinds of issues and then we canähm them and see how it is then we canähm them but the only because of the things when he says there is no doubt as it is true So he said this matter is as clear as we mentioned, when the conditions are found and when the definitions are defined, then we understand the matter clearly, that there's a certain type of غناء that is permissible, there's a certain type of غناء which is not permissible, there is a balance in between, and it is a matter which there is a difference of opinion of the scholars regarding. But now to randomly make a blanket statement that all غناء is permissible without defining what غناء is, or to say that all غناء is impermissible and not defining what غناء is, this is not a correct thing. Because in actuality we have to say that there is a combination of many, many things. For when people say غناء, we're playing music, we're doing music, music is permissible. Then in that music you have mixing of men and women, you have drinking of wine, you have intoxicants, you have other shameless acts that are taking place, you have immodesty, you have all these type of other things that are taking place, and what does that have to do with music? These are five, six, seven different things that each one of them have to be explained in their own place. So when we have explained and defined and understood, then we can come to the correct conclusion. But to make a blanket statement about permissibility, or to make a blanket statement about forbidden, for it being forbidden, this is something that we should have stained from. وَهَذَا هُوَ اللَّيُّ يُلَبِّسُ بِهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِ فَأَنَا أَقُولُ بِرَأِيِّ مِّنَ السُنَّةِ وَمِّنَ كُلِّ خَيْرٍ إِحْيَاءُ إِنِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِ وَالْدَلِيلُ عَلَيْهِ أَوْضَحْمُ مِّنْ شَمْسِ النَّهَاءُ لكن ما هو معنى المولد النبوي؟ المولد النبوي ليس معناه أن يجتمع رجال ونساء ويصرخون ويغنون ويقولوا مرحباً بمولد خير البشر؟ هذا ليس هو المولد مولد النبوي أنا أعتقد سنيته وخيريته نعتقد ذلك ونفعله والحمد لله ما مر علينا مولد النبوي إلا ونحرنا به الإنبيل والغنم وفرحنا به ولبسنا أحسن الثياب وعظمناه أكثر من العيدين الوالدين بالحديد وهذا ليس من قيمتي بالقيمة أن ترفعه في القناة لكن ما هو معنى المولد النبوي؟ المولد النبوي أيضاً هي مصيبة صار الناس كل واحد يقول في خلاف من العلماء بين المولد النبوي نعم نعم خلو عنكم المولد النبوي صحيح في خلاف ولكن ما هو معنى المولد النبوي؟ هل هناك أشياء أخرى مضافة إليه حتى تصرموا عن المولد النبوي؟ أو هو المولد فقط يبقى البحث به كذلك سألت أكثر من المولد النبوي وخذر من المولد هكذا بالقيمة الامر من المولد النبوي وكان أصدقائنا في الجانب وأخيما يكون مولد مولد ومولد العمودي هل يوسير مولد أخذ هذه الأكثر مولد؟ قال إنه أريد الأكثر مولد أتفهركت الأن مولد إذا أسألني ما تانسي يمكنني أن تكون أهلاً تحراراً لأنني أحظم اللحتاجة إلى أن أعطقته وهذا أنني أقول ولكنتنا تحرير المستوى أعطان qubits والعبة والحوال وسلتきたنا ملعبباً لنمشف على ذلك ولكننا يفهم نفسها ماهذاً تشاهدون العظام أننا مجتمع بقية وقَدْ أَشَّارَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصْرُونَ يَوْمَ الْعَاشِرَ مِن الْمُحَرَّمِ فسألهم لماذا يفعلون فيه هذا فقالوا يوم ندى الله فيه موسى وأضرق فيه شرعون فقال نحن أولى بموسى مكم فأمر بصوم هصامهم وأمر بقية الناس أن يصوموا بقية اليوم فبين أن هذا احتفال خاص وكذلك أضر رسوله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الأنين فقال لأنه يوم ولدت فيه إشارة إلى أنه يعظمه لما أعطاه الله تعالى من الخير الكامل في ذلك اليوم فالتعظمات تختلف بعض يصوم وبعض يفرح وهذا كما قال أبو شامة لم يختلف فيه أقطار البلاد من لدن يعني بدأوه أبو شامة وهو شيخ النووي قال لم يختلف فيه أقطار البلاد جميعا عملوا به وأقره من محددين نوويهم وابن شامة وابن حزر ومن كل طوائف المصريمين حتى من شعاتها حتى من روافدها حتى من أجم ماهلا طوائفه تعالى لا يخالبه في ذلك أحد إلا من شده لكن لا بد من شروطه كما قدمنا لا بد من الشروط أن تكون مصحوبة بذكر الله تعالى بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرياته بذكر شجاعته بذكر فوائده بذكر خيره بما أنزل عليه هكذا نتذكره أما كنا نجتمع ونرقص أو يتي رجل ومرأة ويصرخون ويشربون ويكونون ويكونون ويكون معلهم عجاب ولا لمشيء هذه مصائب أخرى هذا عدم احترام لرسول الله هذا مهمول هذا استنقاص لرسول الله هذا استنقاص So you mentioned that from the proofs of the and the basis of the honoring of the day and honoring of the birth of the Prophet صلى الله عليه وسلم is the hadith where when the Prophet صلى الله عليه وسلم came to Medina and it was the 10th of Muharram and the Prophet صلى الله عليه وسلم asked you know the Jews were all fasting and the Prophet صلى الله عليه وسلم asked why are these people fasting said this is the day of Ashura and this is the day where Allah صلى الله وسلم drowned Fir'aun and Allah صلى الله وسلم saved Musa from the slavery and saved them from his persecution and they are fasting in thankfulness to Allah صلى الله وسلم so then the Prophet صلى الله عليه وسلم said we are more rightful to fast on this day and we are more rightful to honor this day so this shows that the honoring of a day out of thankfulness and the celebration of a day out of thankfulness for something and gratitude to something and gratitude to something this has been established from the basis of this can be found in the sunnah also the Prophet صلى الله عليه وسلم used to fast Mondays and Thursdays when he was inquired about this and the Sahaba asked him said Ya Rasulullah why do we see you fasting Mondays? he said that this was the day upon which I was born and I am honoring this day out of thankfulness and gratitude that Allah has given me life on this day so Ibn Abishan Abu Shama who was the teacher of Imam Nawi he mentions that none of the scholars have differed in the permissibility of the Prophet all of them they made amal upon it and all of them respected this day and some considered fasting on this day some considered recitation of poetry for the Prophet يعظمونه كعيد من العياد يعظمونه كعيد من العياد بالمآكل والمشارب والملابس والأفراح والتزاور and being happy and meeting and eating food and celebrating celebration but he said these conditions must be found but other people now people are doing certain things calling it the مولد and they're doing things which are completely against the Sharia and doing forbidden acts and mixing of men and women and women coming without hijab and people coming and dancing and singing and screaming and doing all these type of things these are things that it is not actual مولد and it's actually not respect of the Prophet and honoring him but it's disrespecting him فَهَذَا هُوَ الْوَاقِعِ وَإِدْخَالُ الْأَشْيَاءِ وَإِلْبَاسُهَا ذَوْبَرَ غَيْرَ غَيْرَ وَلَيُلَبِّسُ عَلَى الْجُهَالِ كثير من الناس يقول كيف لا نحترم مولد رسول الله نقول هذا لا يقوله مسلم أنا ما يمكن أن أقول هذا ولكن ما هو معنى المولد فالناس الآن في حارة كما قلت له من ابتداء الدرس نحتاج إلى أن نعلم الجاهلين ولا ننكر عليهم قبل ما يفهمه المقصود نقول لو قيل لأحد معنى المولد كذا ومعنى المولد سيستجيل يكن غير معارض سيقول سبحان الله هذا هو الصحيح نحن سنفعل نغير سنفعل الناس إلا من عمل الله بصيرته لكما رضو القلب ما أنا أتكلم هذا هو when people the problem comes about is when people are bringing in all the additives the forbidden additives when people are adding all the munkarat they are adding all the evil and forbidden things that is where the problem lies right nobody is forbidding something is good somebody will say that oh you're making haram مولد nobody's making the mawlin haram but it's all the other additions and incorrect actions and impermissible things which are against the sharia this is what we're against the actual a mawlin nobody can make in call of that and I'll see you next time اللهم ادعنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأداء ربنا أتنا من الذنك رحمة وهيئنا من أبونا رشرة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عبا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عبا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عبا اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعة اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعة اللهم صرف القلوب وصرف قلوبنا على طالب اللهم أحسن حالنا وعظبتنا في الأمور لها وأدرنا من خزدنا وعلا من أخذ ربنا أغفرني ولوالدي ولمؤمنين يواهم عساب اللهم أغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمحبنا ولمن تعلق بنا اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غرفتك ولا همّاً إلا غرفتك ولا حاجة من حوائه الدنيا والأخذة لك رضاً إلا غضيتها يا أحمد رحمه اللهم أغسر لنا من خشتك ما تحرم ومن طاعتك ما تبلغنا به جمتك ومن اليقين ما تهون بيعلنا مصائم الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأفصالنا ومخبوانا وأحيثنا واجعل واردنا واجعل ذأرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا من دائمنا ولا يسلط عنا بلا أحمدنا اللهم أغسر لنا شحناك اللهم ومحمده شكراك